الرسول صلى الله عليه وسلم مارس التربية و صاحب رؤية عظيمة في التربية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده أبجديات يعرفها و يعلمها بالوحي بالفطرة بتأهيل الله عز وجل له هذه الأبجديات التي كان ينطلق منها النبس صلى الله عليه وسلم هو لم يوضحها لنا كانت أبجديات في حياته و غيرها من الأمور بعض العلماء الشرع لا يعرفون هذه الأبجديات احتياجات العمر طبيعة الطفل إلى غير ذلك طبيعة الطفل لا يعرفونها و بالتالي الأبجديات مثال التوحيد و أنا أقول لك التوحيد مؤصل تأصيل علم غير عادي حين حاليا يعني لا توجد أمة على وجه الأرض في تاريخ البشرية عندها التوحيد مؤصل برؤية غير عادية غير هذه الأمة من أصله؟ علماء جميل علماء بعدين متى؟ هذو العلماء جاءوا بعد ما دخلت تحديات الكتب مطرجة المفعال العباسين و المأمون و كذا بالدرجة الأولى بدأت تحديات فأصلوا هذا العلم تأصيل شرعي غير عادي يعني التوحيد ممكن تكتب فيه خمسين مجلدة و أنت تتكلم عن التوحيد توحيد الأسماء و الصفات و غيرهم الأمور هذا التأصيل ممتاز نجيل هذا التأصيل الذي أثر على ما أشاره سؤال هل كان الصحابي يعرفونه؟ يعرفونه بالبداهة لكن لو جئت صحابي يقول لي اعطينا التأصيل الصحابي عنده هذه بديهية النبس صلو عنده هذا بديهي و لكن هذه البديهية عندها و إحنا ليست عندنا منطلقات النبس صلو لا نملكها نحن يريد أن نتعلم اسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلموا نتعلم هذه البديهة التي كانت عندنا بيحنا ما عندنا النبي أعلم البصر بالبصر هل يمكننا أن نتفق إذن دكتور لا يمكن لخبراء التربية بمصطلحنا الآن أن يصنعوا لنا منهجا مؤصلا للتربية الإسلامية ما لم يكن بجانبهم ملمين بعلوم سرعية هم أيضا ما لم يكن منطلقاتهم ومبدعهم شرعية نعم نحن نتحدث عن قضية الرجال أو عن قضية بسميات نعم نعم نتحدث عن منهج يعني في النهاية خبراء التربية إن لم تكن منطلقاتهم إسلامية فلا أعتقد أنهم سيصلون إلى تأصيل ما يناسبنا نحن في تربية أبنائنا صحيح إذا هذا التأصيل حاصل صحيح وأعطيك مثال بسط نعم في التأصيل عند ممارسات اليومية مثلا أنا أسمع تصد أصدقاء دكاترة متخصصين خبراء في التربية أعرفهم ممتازين جدا لكن شوف التأصيل لك لا تمدح الطفل لذاته لازم تمدحه فقط فقط لسلوكياته وهذا ما ما أشعر فيه لا تمدح الطفل لشكله أمدح الشكل لا تمدحه كما هو ما له فضل على الشكل وغيرهم الأمور لماذا يكلي أنك إذا مدحت شكله ومدحت ذاته أصابه الغرور ممتاز هذه النظرية الصحيحة عند الغرب لكن ليس صحيح عندنا نحن في المنظومة الغربية هذا كلامهم نحن منظومتنا الإسلامية مختلفة تماما أعطيك المنظومة الإسلامية أيها تفضل دكتور عندي بعضها سؤال المنظومة الإسلامية أنا أمدح الطفل لذاته وأمدحه لشكله وكلما مدحته ازداد تواضعا وليس غرورا لأن مثلا هذا الشكل الذي أمدحه وأنا أمدح شكلي أنا أنا مع نفسي أمدح شكلي إذا كنت أنا أمدح شكلي ما أمدح شكل آخرين أنا كل يوم أمدح شكلي كل يوم أتغنى بشكلي كل يوم أقم مرآة يا ربي سبحان الخالق المبدع سبحانه اللهم كما جملتني حسنتني خلقتني جميلا كما حسنت خلقي فحسن خلقي فأنا كل يوم هذا خلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه فأنا أمدح شكلي كيف لا أمدح شكل آخرين شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة شكرا لكم شكرا لكم